حلق 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 سلام بداية عمر بصراحة شايف حالك شايف حالك حلق حلق متوتر متوتر؟ لماذا؟ قليلا أشعر أن سألت مقابلات التلفزيون وايد ولكن لم ألت مقابلات سوشال ميديا مقابلات التلفزيون وايد غير وايد غير ومقابلات التلفزيون خلتني أعرف أن أنا لا أبقى أكون في التلفزيون كنت في التلفزيون فترة نصح أسئلتك تكون مكسل بالضبط هذه النقطة وكنا نقرأ من تليم برومتر وما أحب تليم برومتر ومقيد وأنا إنسان ما أحب أكون مقيد في أي شيء فتعلمت وهي نعمة أنك تتعلم أنت مجرب فالتجربة تجعلك تعرف ما تحب وما تحب وأهم عن ما تحب وما تحب لكي تتجنب صح فهي تقول أول مقابلة للسوشال ميديا أتوقعي نعم صح لا يوجد مقابلات للسوشال ميديا وكعمر في هذه المرحلة من حياتك أنت كيف تحب كيف شعورك وايد راضي وايد راضي ايه خاصة هذه السنة لا أعرف هذه السنة 2020 لا هذه الفترة وايد راضي الحمد الله ايه تحس عمار أنك شايف نفسك لا 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 تحس أن في ناس يفكرون أنك شايف نفسك طبيعي حالي حالي أي مشهور و ما ما لا لا هم هم يرون شخصية يبنون عليها تصوراتهم و الشخصية التي تظهر في السوشال ميديا طبيعية جدا أنه في جانب الأشياء الحلوية يظهرون هالناس صح لا يظهرون كل شيء حسنا أفهم يقول لك أنك وايد مثالي أحيانا يجبك هالتعليق دائما تسمي دائما إيجابي تشايف نفسك على الباقي بس أقول أول ما يعرفك يبتلي يعترف والله توقع أنا كنت أقول عنك بس لا طلعت غير ردي اه هم يلا تعرفنا على بعض الصد هاي تحس أن يعني أنت حين أظن مهنتك ومشوارك مربوط بالميديا وبالسوشال ميديا صح صلعت على الساحة ومبرزت وبلوغين في البداية ايه وكيك اظن صح؟ بعد كيك كل شيء مبناي على السوشال ميديا فتحس الصورة التي أستعطي الجمهور هي عمر عمر من قبل عشر سنة للحين هي نفس الشخصية لن أرى اليوم خلف الكواليس نقدر نقول أول ما بديت كان عندي شخصيتين كان الهدف دائما أن أخليهم شخصية واحدة كان في شخصية سوشال ميديا شخصية ربع كنت في الثانوي ليس لن تذهب يعني فكنت أحاول أن أخش أي شيء مبزعين في شخصيتي في السوشال ميديا كان هدفي بصراحة صريح مع نفسي أن أسويهم شخصية واحدة أن أقدر أعيش حياتي كانها في السوشال ميديا وعيش في السوشال ميديا كانها حياتي فكنت مدرك أنت أنت عندك انفصام بين الأثنين مدرك واضح حتى أصدقائي الذين أجراء كانوا يقولون لي ماذا يمكن أن تصنع أو ماذا يمكن مفاهمة أننا لماذا نحن كذلك وأنا مستوعب أقول صح هناك شيء يجب أن تغير مع الأيام تبتدي أنت تحاول تخلط الشخصيتين مع بعض لما تصير أنت في كل مكان نفسك بس تحس معظم من نفسك عمر لا لا في السوشال ميديا لا 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 أقول غير كثير ما هو أن يفضلون أن يكون عندهم شخصيتهم مع أصدقائهم مع ناسهم ممكن ما يحدث فكرة سواء الأشياء الزينة يطلعونها في الأثنين لكن أي شيء ليس جيد يصبح عليهم ضغطا أن لازم نعدي عشان تصبح شخصية واحدة يقول لك خلاص أنا أخذها بيني وبين نفسي بين ربعي وبين ناسي لا تشعر عمر في خطورة في هذه المثالية يعني اليوم أنت جمهورك توقع صغير صح؟ لا لا أكثر شيء في عمري حسنا دعنا نقول في عمرك وننزل بعد خمس سنين وعشر سنين دعنا نقول هذه لليس يتابعوني حتى أنا لا يتابعوني صغير أتوقع ولكن دعنا نقول هناك شريحة لا تشعر هذه المثالية لو أنس وعمر وأحمد وسعيد وليلة وسارة كل واحد تبين أن أنا في زواج سعيد أنا حصلتها الشهادة أنا وظيفتي أجمل وظيفة أنا دائما أضحك لا تخاف أن هذه المقارنة التلقائية لأستين من الجمهور الإنسان يقارن صح أنت اليوم قارنت نفسك فيها تلقائيا وأنا معكم كل واحد يقارن صح والإنسان الواعي يبدأ يقلل المقارنة أي التي تبه الفطرة صح لكن معظم الناس لا لديهم هذا الوعي ليح يقارن والله عمر شكله كل يسافر والله شكله مستانسة كده البنات كله وراه تعرفة هل هذه المثالية التي تبرز السوشال ميديا وما ألوم أن نحن يوم نختار صورة نختار أحلى صورة أي يوم ننزل الفيديو ننزل أحلى أدت بس هل نحن نخايفين أن هذا الجيل الصغير الصاعد يتأثر يتأثر يقول أنا أزبالة حياتي ولا شيء أنا جدام هذه أكبر غرط وهذا يمكن أن تغير من الشخصيتين صار شخصية واحدة أن أظهر كل جوامبك للناس لا أقول الجوامبك يتأثر سلبا على الناس لكن عندما أنت دائم من نوم مزاجك تعبان وشعرك منتف يعني معفز لا يجب أن ترتبة وتلبس أحسن لبس وتفعل كل شيء عشان تصوى واضح الأشياء عند الناس إذا أنت أمك تزفك لأن تذهب خباز خبز حق الريوق أنت توقف في الطابور ممكن أن تصور هذا الجانب ونجب أن تطلع فقط تلابس البراند وأنت عازمينك لا أعلمين ونفس الشيء عندما تسافر أكونامي عندما تسافر عندما تسافر بالباس عندما تذهب كل هذه التعب التي تعيشها كإنسان عادي وليس كإنسان فقط يجب أن يطلع جزء من شخصيتك من مالك صح لكي تصل إلى صورة كاملة للمشاهد وهو الشخص سواء كبير صغير يجب أن تصل إلى الصورة الكاملة مالك شك مرة تعرفت عمار نزلت سيلفي وكنت في الأيكونامي مع الصغارية وحصلت وذكرتها في مقابلة وحصلت واحد كتب لي بالإنجليزي قال ما عرفناه لك يوم 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 مالك يوم كاملة ما هو قصدك ما هي المشكلة أنا لم أستخدم صغر اخذت مالك صح فخلها عفوية صدية لا تكون فاك هناك الكثير من الناس يقول لك أنا عفوي شنابشات وغيرها وأروايك حياتي لكن لماذا تختار في حياتك فقط الأشياء التي تظهر بها الطريقة التي تتبه بها هناك الكثير من الناس في شكلك في كلامك تحصل الناس يقول لك أنا عفوي يعيد لك الفيديو عشر مرات أحيانا تحتاج تغلب أحيانا تحتاج تفعل أشياء وتنزلها للناس وأنت تعرف أن تغلط في الكلمة أنا غلط في شكلي مو بيرفكت يعني كل هذه الأشياء يجب أن تطلع للناس من شديد أنا شخصيا يقولوني الناس مثل يعني نادرة ما أحصل السؤال الذي يقولك أنت قاعد تمثل أو لا خلاص أو نفسي صدنا رابع على الظن فأستانس أن أقعد لما أقابل شخص ما يعرفني ونصير رابع بسرعة أحس أن هاي الصفة الزهينة لازم تواصل عليها وتراجع روحك كل فترة تقول شنو قاعد يتغير شنو ما قاعد يتغير زين شنو نقلة القوة اللي عندي ناس حبوا ناس حبوا مثلا شخصية عمر ليش كل نوع جريب منهم لأنه يمكن مو جايف روحة عليهم واي يمكن يشاركها في الأشياء اليومية حسنا لازم أنت تواصل على هذا الشي لأنه لك أنت لهم تقوي علاقتك مع الكل طفو أنت كيف كانت عمر وائد غبية غبية؟ اي وائد غبية أنا كنت وائد شيطان يعني هايبر أكبر واحد جربوا أهلي علي وايد جيد وصرت أتجرب حقل تجارب اي 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 حربيا يمكن ان اتخذت في المرحلة الابتدائية يمكن أربع خمس مدارس وانطرأت بمدرستين او واو فهل شخص المثالي الإيجابي اللي مرتب الآن هاي توقع استغل الانيرجي اللي فيه شيء زين بس متأخر يا هاي عقب وايد ملاوي صارت بس يعني هاي اللي صنعتك فما تنكرها يعني بالعكس هي الشيء الممزنة هي اللي سواتني اليوم فتحصت هديتي يعني بالعمر؟ انا مشيد يوم يعني بس ما هديت عرفت وين حطت الطاقة كم عمرك الحين؟ 25 من شديد أي حد بالنسبة لي فيه انايرجي ومنطلق أكره شيء عندي الناحل يواكفة أسكت أهداء لا أركض أثقل نحصل وائد هالشيء في مجتمعنا شفيك خليك ثقيل ليش؟ واحد يعيضحك فين طاقة هاي حلوة لا يركضونك عشان تصير نفس الباقي عقب يقول لك عقب مجتمعنا كلها متشابه كلها نشبه بعض تعرف يقول لك في مثل بالانجليزي بترجمة الحين يقول لك كنت تغيرت عليهم يوم توقف تعيش على النمط اللي هم تعودين عليه يعني عمر قبل ما يسافر وايد كان عمر اللي مثلا في الفريج يعرفونا حلو بعدين سافرت في السنة سافرت ست بلدان السفر ثقافة توسع عقلك ومخك وخبرتك صح فترجع انت مو بعمر نفس اللي عمر قبل سنتين فيمكن ربيعك اللي ما طلع من الفريج ما يعرف يتكلم حين وياك يقول لك أخ عليك تغيرت تغير شفيك بس تروح انت بس تطورت صح انت تغيرت أنا بالنسب لي ذا حق هالي تغيرت أقول لك تغيرت الحمد الله لازم تتغير إن شاء الله للأفضل وإن شاء الله للأفضل أبعا للأفضل اوكي الواحد يقدر يتغير سلبيا اي بس واحد يقدر يتغير إيجابيا أثبت ليش لازم تتم نفسك هل تحس ان خذك وايد انك تثبت ان طبيعتك اللي هي غير عن العادة انت مم مع التيار انت ما بقول حتى عكس التيار انت على الزاوية عشان عكس التيار انت عكس كل شيء في المجتمع ما توقع انت شيء ولا توقع عنا شيء اي بس مئة في المئة مم معا مم بس ناقذ في أي تيار وما شوية ومم بسهل لشخصيات مثلنا ان نكون مرتاحين من نفسنا يوم نعرف ان احنا مم مع التيار عشان أسل شيء انك تكون مع التيار صحي صحي كل شخص يصفق لك الأغلبية انت كيف حتى في هذا العمر لما تصل إلى 25 عشان احسك مرتاح ما احسك ان في مرحلة تقول اف انا غير وليش انا غير عشان فيه ناس غير بس ما تعرفين يتاقلمون انا كنت كنت عاني من هال مقارنات بيني بالنفس يعني انا ليش غير شو نقع سوي يعني شو نخليني غير ليش كا اتعب على روحي واسوي اشي غير ليش انا اهتماماتي غير احاول ان احسك على روحي زين رابعي كلهم نفس الستايل خلو كل نفسهم وكنت اضايق كنت اضايق يعني اضايق من نفسي ان انا غير اضايق اني مو نفس الناس ويتكلم عن مرحلة المدرسة كنت في العدادي في المرحلة ليه ما يمكن مفهوم الحرية يعني قريت فيه اكثر قشيت فيه اكثر ان فكرة الحرية ان انت تكون متحرر من اي افكارة او قيود وتعيش نفس ما انت بشخصيتك الصجية تحاول تكفر ببعض التقاليد والاشياء اللي حدت من منك من شخصيتك وحبيتها بصراحة بصراحة و افعل اختبارات عن نفسي كل فترة اقول اوكي هل انا بهذا الشي او انا ناسب بهذا الشي هل يعني اتنازل عن وائد اشياء انا اخذت يعني امكي اخذت قرارات بصراحة 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 اوكي انا اخترت هالشي ولا حسيت ان المجتمع حطني في هالزاوية لا موانا مربي ممكن يوقف خلي يوقف بصراحة امتي وصلت امتي عايستي ثلاثين سنة كيف ما عندك عيان بس تروح بلدة ثانية تاخذ ست ساعات في الطيارة تقول كيف تتزوج قبل الثلاثين شو العكس هناك تزوج يضحكون عليك فهل قيود مثل ما انت ذكرت والضغوطات المجتمعية تأثر على قرارات حتى قراراتي انا وانت اللي ما قرأت ما ندرك بس في عقلنا الباطني نحن مبرمجين ان نفكر هاي نجاح هاي سعادة هذا مفروض انت تكون شيء صح صح عندي سؤال تتفضل احنا شكتر قاعدين قاعدين عراحتك انا شوية قاعدة مراحل بس بعد قاعدتي ايه خضر احنا هل رسلت جوتين شل تبا تتربع ايه خاطرة تربع بس يعني يلا مريح سعادة الصوت يلا قل قل أنا وايد 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 احمد ربي على امي وابوي اللي عاشوا معاي هالتغييرات وساعدوني ان اطوفها هل كانوا مؤيدين اذا كانوا مؤيدين مئ بالمئة ما في حد ما توقع مو طبيعي اذا كانوا مؤيدين مئ بالمئة انا بقول لهم لا شفيكم ما يصير خلقهم ام وابو صديين بس كانوا متفهمين جدا اوك لما قلت تبي اسوي هالشي ليش اوكي اقدر اقول لك من انا صغير جربوا فيني وايد وهذا الشيء يمكن صنع الجزء كبير من شخصيتي وايد احمد ربي على هذا الشيء يمكن انا كن انسان جدا غير بعضك مثال لعبت هجم وصول رياضة فان قتال وصلت كنت وائد زين فيها بس انا احب اغير حسيت انني مليت بعد ماذا؟ ابا اطلع قالوا لي اطلع معلك مشكلة دورك شيء ثاني رحت بين وائد اشياء بين الرياضات بين اشياء شبابية بين اشياء دينية بين اشياء فكرية وبرامج مختلفة وما كان عندهم فكرة ان شكاعة تساوي انتش فيك ضايع لكن قلوني اروح تجرب حلو اعرف روحك الصجي مين انت؟ من سنة صغيرة اعتقد اني مريت بوايد اشياء بصراحة عبت كورة كنت مع المنتخب البحرين حلو انا بعد وقت تاريخ الكورة ترى والله دعني عبت كورة عملية 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 ماذا؟ سكربت رباط رباط غضروه غضروه هارد ليك والله وصلت المنتخب البحرين وسافرت معاهم وغيرا فاجأة لا مليت عب اغير فرحت عقبها التصوير عقبها دراسة اعلام وكان فيه شوية لماذا دراسة اعلام لماذا دي لكن هارد اليوم كانوا معي هارد تبي متأكد روح حالو ما كان فيه فكرة اني عندوني هاردوح يعني هارد من طبقة مرتاحين من ناحية الدخل انه انه ما بخايفين انه كنت يمكن عشان مثلا لا شو قصدي مو بياي من طبقة لا صراحة لا كنا في شقة طول عمري في شقة وانتقلنا بيت يعني من في الثانوي انتقلنا للبيت ف هذا أصعب ترى انا لماذا أسأل هذا السؤال لو العائلة في رهاء ورخاء قلنا حقا لا تسوي لي تبقى لا تفرق عندي انا في نهاية اليوم أبا أخذك وانت البتر لازم يعتدون عليك بعد فترة صح صح كان عندي اتفاق طبعا يعني الوالد كان يقول لي شيء كان يقول لي يسوي هاي شيء وقل لي لا ما أبي مثلا أنا وقفت أخذ مصروف من الوالد من عمر 17 نفسي نفسك نفسك ساعدني أقدر أقول شوية في الجامعة بس خلال ما كنت معتمد على كلية فالضبط وهي فكرة الحرية إذا أنت فعلا تبقى تتصرف على طبيعتك ما تبقى ضغوطات حتى لو فكرة أنه واحد أعطوك معاش أو أعطوك مصروف أنت لاحي ما تقدر سي شيء اللي تبقى لأنه كأنه ممنون له ايه ممنون له وهي شيء يعني ما قسر بس أنا قلت شنو أبا أعتمن عن نفسي حشان قرارات تكون قلها حرفيا أنا أخذيتها فكانت الفكرة شنو إذا أنا طلقت منك ثلوس خلني أسع بسوي اللي أنت تبلي إذا الوضع تمام بسيطر على الوضع مستقل خلني منطلق كل بساطة أم يمكن أن أقول لي أوكي فالحمد لله لما شاهدوا أن الموضوع ماشي نوعين بدأت التصوير في الجائسين في جائسة شيخ ناصر اللي بدأ الشبابي على المستوى الخليج عقب رحت على الفيديو عقب أشياء إعلام كنت أحصل جوائز فكان الوضع يتحول من أنه تخوف إلى فخر يلا بوش يا أخي صدق أبوي يقوم من الفير أخذه إياي وديني للبحر يقعد لي موديل عشان أصورها للشروق مين يسوي تبيح فأنا ممنون لهم وبالعكس أم اللي يصنعوني وهي الشيء إذا في أمه يشوفون الحلقة اليوم أقول لهم يا جماعة الدعم الصدي ليس أن تشتريه له وتحطه في مدرسة وخلاص لكن الدعم الدعم الشيء الذي يري يريد حاول أن تكون معه حاول أن تكون تحتاجه هذا الدعم الصدي الذي يريدك يحتاجه صح تعرف شيء يبني مرات الأجانب يقومون يعطونك مهلة يعني أنت مثلاً دعنا نقول لها أبو يبقى والدي يستوي محامي أي الولد يخي يبقى يستوي عازف بيانو أي يقول لها تعرف شو؟ عندك سنتين أثبت لي أنت تكون عازف بيانو مبدع بعد سنتين ما تتوفق حبيبي عندك قانون أي أحب هذا النظام فير يستعطي الفرصة بس أنت بعد خايف عليه صح يمكن أخشيه فاشا ما يعرف عازف بيانو على الأقل جرح بطلعي من اللي عنده صح على الأقل أهوة والروح يمكن يقتنع أي بالضبط على الأقل أهوة سوتك على الموضوع ما عاش طول عمره ويقول في المخة يقول أنا المفروض كنت أكون شديد وشديد وفي ناس ما بينه وبين نفسهم يوقفون الروح معنى هذه الأشياء وهي أكثر شيء يعوّر قلبي أن المجتمع برمجنا بطريقة أن نكون بستال معي هذه البرمجة لا يمكن أن يكسرها تعرض أن هناك برمجة الكمبيوتر لا يوجد أي جهاز لا يمكن أن يكسرها ويغيرها ويغيرها وليس كما عنده شخصية قوية وليس كما عنده الفكر وليس كما عنده الحرية التي يمكن أن يختار طبيعة الأفكار التي يبيها فتحسها يعيش كارح حياته ويعرف أنه جيد في شيء ثاني ولكن لا يوجد جرعة أو القوة أن يذهب إلى شيء ثاني صح وهي شيء وهي دعور قلبي وخاطري بصراحة أن يكون فيه دافع أكبر لهذه الأشخاص أن يفعلون الأشياء التي يببونها لأنه متأكل يفعلون تغيير ليس طبيعي في العالم ليس فقط في دولهم ليس فقط في العالم أكيد يعني آخر شيء ما تبقى العالم يكونون محامين ودكاتر ومهندسين إن شاء الدنيا المملة صح اللي يحب الهندسة حلو بس ممكن حتى رأيبة يكون لماذا تسوي اللي تسوي؟ احنا اتفقنا أول شيء إن أنا عايش حق التجربة من أنا صغير إلى حين وألاقي نفسي مع كل تجربة أكتشف جانب يديد مني فوالله أبي أجرب عندي فضول عندي حب للمبدأ التجربة يعني صج خاطري في يوم الأيام يكون مبدأ يدرس المدارس منهج كامل أريد أن أفعل ماستر عن تجارب أريد أن أفعل كتاب عن تجربة وماذا تغير حياتك لهذه الدرجة ليه زي عمال نحاول أن ندخل شوية أعماق أهلك جربوا فيك أهلك أحس صغيرة يمكن أن تضربوك يمكن أن تضربوك تربية ما نفعل تربية من عاقبة بهذه الطريقة من درسه بهذه الطريقة عادي مثل أنت أشجعك على التجربة شجعهم على اللي يجربوا فيك صح بس أحين أنت في دمك أن أنا إنسان فضولي أحب أستكشف الحياة وأبتعلم هذا شيء خاصك في الناس يعني الناس يقول لك أنا ما أجرب أنت بلاك أنت يسأتشجعني هل قد أجرب أنا ما مهم عندي أجرب بس أنت محتواك وايد يأي من مكان أنك تحس واجب عليك أن تخل مثل يوم واحد يروح موفي حلو يقول لازم أنت تسير يتجرب مطعم حلو يقول لك ربيعك تاتا يجب أن تتويا المطعم وائد حلو لماذا؟ الإنسان يحب يشارك تبي يشارك لماذا عندك هذا الشيء؟ هل أنت تكتشفت شيء تحس واجب عليك أن أوصل هذه الرسالة؟ أنا أعتقد الأهم أنك تعرف دافعك إذا عرفتها وما في شيء غلط يجبك صريح مع نفسك صح أعتقد أن دافعي من كل الموضوع أنا أستانس لما أشارك وأشاهد تأثير على الناس هذا هو بالنسبة لي لا أريد أن أتكلم عن وكل مرة يزيد في البداية يمكن أن يكون كومنت حلو يمكن أن يكون ردة فعل حلوة وعقب تبينت لا ليس كفاية طموح أكثر أغير شيء في المجتمع أكبر كان يوصل لي لماذا لا نغير قانون لماذا لا نغير وجهة نظر الناس عن فكرة معينة فأنت تطمح أكثر وتحس أن المشاركين معك أخواني التيم الأهل الفولوورس نفسهم اللي هم جزء من العالي اللي أعتبرهم كان هم مشاركين في الموفمنت هاي شبابنا بنغير على الشيء كلنا نشرف الستوري مالنا البوست ونسوي نسوي 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 في واحد أشياء صارت يعني لولاهم لولا هاي التيمورك ما كنا بنوصل لنتيجة فبالنسبة لي أنت قاعد تسوي موفمنت موفمنت مفيد للناس وللناس وفكري أحيانا يكون أحيانا يكون توعوي أحيانا يكون غضر النظر بس كعي يسوي أثر حلو هاي بالنسبة لي هاي بالنسبة لي حلو إنه حلو حلو إنه عايبنك حلو إنه يخليك تحس بالقيمة التي تقدمها بس شو الياس يحرك ليش تحس إنه أنا ما أحب بعض المعتقدات أنا أغيرها العادة اللي ما لها أي هدف ولا فايدة في المجتمع ليش هدته؟ ليش؟ وفيه ناس يصنع في الشيشة يقول لك يا خلي الحكومة ولا المدرسة ولا الجامعة وخلي عدلونها القانون الغبي هذا أنا أتوقع أنه يستفزني وعندي عندي القدر عندي الباور أني أغير الحمد الله موجود صنعناه مع الوقت قوة مع الوقت وهذه كم مسؤولية مسؤولية أنا أحبها قلت لك استفزني ما يستفزني يستفزني يسلبني ويجابني أنا ضعيش لا يستفزني لا يستفزني لا يستفزني لا يستفزني لا يستفزني صدقني أنا يمكنني أن أسألك السؤال لكن عندي نستفزني تقريباً نفس الدعفة أنا أسأل أسألة على إنستجرام أسألة اجتماعية يقول أنت ما حرنك يسكت ما المشكلة بس أنا أتنرفز مثلك يوم أشوف الناس يجب أن يتوسع من المعتقدات والأفكار ويقول لماذا لا؟ أم يمكن؟ أم جائز؟ لا كل شيء تعلمناه صح هناك صح وفي غلط وفي أشياء تتطور وفي أشياء يجب أن تتغيئ أبا الناس تفكر أبي ما أحب بس خرفان يتبعون أي أحد يقول لهم المنهد أو الطريقة أو الحياة أو العيب حرام المشكلة اليوم المجتمع العيب أقوى على الحرام الذي مخيف المفروض الحرام هو الذي يكون المسيطر لكن اليوم العيب ما يقولون الجيران ما يقولون؟ أقول لك هناك مليون حاجز علينا كمجتمعات عربية خليجية أعتقد بكل وساطة أن يجب أن تذهب في بيت شعر يمكن أنا السفرزني عن هذا الموضوع يقول لك فك عني خيد التقاليد أني بالعادات والتقاليد كفرت وهب الله للحياة طريقا المعنى أن أبا عيش الحياة بحريتي كانت طيرا أبا عيش ضدت ضدت لا استمتع فأنت غيري استمتع لا يعيش من الضائق لا تضر نفسك لا أهلك لا تجتمعك ما هي المشكلة؟ ليس الموضوع العناد أنا لا أذهب عندك عادة وأنت تسويها وأقول لك لا أقرأت وأنت أتنزع عليك أنا أراويك طريقتي في الحياة عجبتك أخذها لا أعجبتك أخذك على ما تفعله أنا لا تضرّيتني لا تفعل شيء صح قلت لك إذا أنت عجبتك بالتوفيق الوالدة دائما تقول ما تقول دينك لك أخلاقك لي صح المجتمع يجب أن يدرك هذا الشيء أن الدين ممكن أن أقول كتاب أو شيء علاقتك مع ربك علاقة عمودية شيء عزيب علاقتي مع الناس أفقية صح فما أحد يخصها كيف تصلي شو إيمانك هذا بوايت شيء في خصوصية أنت و ربك تدعي له بوايت في خصوصية في الموضوع أتعرف بس كيف أتعاملني كيف تتكلم وياي تسب ما تسب هذا يخصني أي كيف أنت تتكلم جداء من الناس كيف أتعامل أهلي فهذا يقول لك شو كان أظن رسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أبعثته أتم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق الأخلاق أنا أرى الدين أهم شيء فيه الأخلاق لا يجب أن ننسى هذا الشيء الأخلاق هي التي أنت سفير يوم أنت ستسافر حين كله لما كان عمر يوم أن تعامل الريال التي ستساعدك في الكاميرا وتقول لي شكرا أنت سفير 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 للبحرين للخليج للإسلام لمليون شيء للعربي فأظن لا ننسى هذا الشيء الأخلاق أنت عندك شيء أظن في الأزياء وتضع كلمات عربية صح أين هذا الموضوع موجود موجود ما هو الهدف من وراه؟ الهدف منه الهدف منه أن كلمات تشجيعية والعبارات تشجيعية نلبسها و كنت أنا أول من كل وليس أغلى شيء وليس أرخص شيء 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 كوالتي وشيء زين نلبسها لكي نوصل رسالة منها عندما نلبس سلام ولا حلم ولا حدود ولا غيرها من العبارات الموجودة أنت تلبسها وكأنك أنت سفير للفكرة للموفمت نفسها فهي نرجع هاي نقطة نرجع للنار الذي فيك نزيل الباشن هذا الشهر ليش تحس أنت قلت لي قلت لي أنا في أهلي دعموني وليس بأن أنت كنت واحد شاب ستحاول أن تجرب وعندك طموح معين وكان الناس يقول لك اسكت اسكت وانت غيبي وانت أعتافة ولا تجرب لو كنت قلت لي هاي قصتك وبعدين نجحت وبعدين قلت أنا يمكن أن تصغير لا أحد ستسوى لي البش والدعم اللي أنا كنت أحتاجه فالحين سأحاول أقول لك هاي قصة عرفنا نكتبها بسهولة لا لا أنا أشعر كثير ما سمعتها ما عادت تأثر في أحد أصلا فكرة أنه أنا كل الناس وقفوا ضدي وصرت بطر وذي لأن هاي لأمانة اللي يقولت هذه موحداني أتفكر أعتقد بس يعني بعطيك نقطة مثلا للوالدة يدتي الله يرحمها ما كانت تتعبر ايه؟ ولا مرة قلت حق أمي أنا أحبتك ولا مرة ايه؟ بس أمي كانت تقول بالإنجليزي ما كانت تعرف صح أمها يمكن ما كانت تقول لها تحبها هي ما قالت لي أنا فما كنت اللومها يمكن حبها في الطبخ وفي الاعتناء وفي كانت تتعبر بالحب بطرق ثانية ايه بس الوالدة الله يحفظها تتعبر وائد عكس ايه فأنا اللي أحاول أوصل لك عمر أنت ما كنت محروم لا من الدعم بس الحين ستحاولت تدعم كل حد أعتقد في عبارة وفي الأشياء الغلط اللي نسمعها قلت لك فاقد الشيء لا يعطيه مبصح 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 اللي ممكن تحصل لأحد عاش يتيم بس ربع عياله أحسن تربيه وعطوهم كل يعني مع أنه ما أحد ربوه كأمه وأبو شون يعرف فأنا أعتقد أنه هذه بس عذر حب نحطها فمن شيء يقول لك أنه لو برجع لك على فكرة أنه واحد تصنع روحه بروحه هو لما يحط لك كل الإنجازات مع بعض وكل الصعوبات مع بعض حس أنه خارق وهذا الشيء ما تريد توصل للناس تريد تغيرهم تريد تأثر عليهم كلهم المساعدات التي سادتك بعد الأشياء اللي مشت وياك الأشياء اللي أنت تجربت وقلت يلا ما تجربوا ذي والله اضبطت فأنا أعتقد الدعم العائلي الدعم المجتمع الحمدلله في البحرين فوائد ناسك حتى في الخريج الشباب يتحلطمون يقول لك لا محد يدعمنا ما أدري ما أنت سوي شيء سوي برودكت جاهز عشان يندعم عشان الناس يؤمنون فيه ويضعون فيه يعني الباور مالهم وقرارات مالتهم وتشوف الناس يدعمونك من كل مكان وهذا اللي صار الأمانة يعني أتشوف جهات عمري ما توقعت أن نشتغل معها وزارة الداخلية أخي خلونا نروح للسجن نصور حلقة في السجن مع مساجين أنا أشوفها تخيل يعني عشتنا في السجن مع مساجين سجين وخلونا نصور في السجن أي دولة تسوي لك شديد أي مجتمع يسوي لك شديد بس شوف نرجع ترى كل شيء نرمس فيه نرجع للمصدر النيوكليس وي ليش أنت تحس عليك واجب تؤدي أن أنا دخلت فلوس أبا أسوي براند بس مو بأي براند مو بس شكل حلو لازم فيه رسالة أنا يوم بسوي المحتوى وأصور أبا أوصل رسالة أنا يوم أجرب أبا الناس يجربون بعض يسألهم ترى تجربة شيئين الواحد يتعلم فتشوف نرجع كل كل شيء يستسوي في حياتك يرجع للمصدر أعتقد أنا ساعة واحد لما يقول لك سو خير في للناس لما واحد يسوي خير أساساً لا يسوي روحه مؤناني هو يفيد روحه من الأساس هو يريد أن تشعر جيد مئة في المئة أنا أنت متتصدق يشعر جيد أنا أستمتعي أكون راضي عن نفسي أنا في الليل مرتاح إذا فعلت هذا بكل صراحة بدون أي كلام فاضي لا أقوم بعمل مئة بالمئة للناس يمكن خمسين بالمئة للناس خمسين بالمئة لي أنا أستمتعي أستمتعي وهذا يريحني لما أشعر في تغيير بالنسبة لي ممتع حالو هل تشعر عمار أن أنت ممثل؟ أنا أشعر كموهبة فيك يعني تقدم في مسلسل وممثل أشعر أن تكون شاطر لا عندي مانع لكن أشعر هل التمثيل حتى في الحقيقة؟ أشعر لا أعرف صراحة هل أنا ممثل؟ أقول لك أنا في البيت أو في الصورة أو في الفيديو نفسي نفسي هل أنا ممثل؟ لا أعرف إذا ممثلي أنا أشعر كذلك أنا أشعر كذلك أشعر كذلك أنا أشعر كذلك أنا أشعر كذلك أنا أشعر كذلك أنت في العمار تستوي أحلى شكلياً عقلياً أي شخصك؟ أشعر كذلك؟ أشعر كذلك؟ أنا أشعر بالعمر هناك أشعر كذلك أنت تستوي أحسن أشعر أن النضج الذي يزيد أنت العمار إن شاء الله يلعب دور في حياتك الله يحفظك ويطاول عمك عمك سلاح يجابي لعمك لكي تجرب لكي تجرب الإنسان يالس في الشيشة كل يوم ست ساعات هذا يقول لك العمار لا يسي لا يسي لا يسي يستغل الوقت صح لكن أنت النضج الذي يسيك من ستايل ثياب ويتغير من أول مرة شفتك قبل سنين واحد طورت ثقفت وعرفت كيف تلبس وماذا يليق عليك وماذا يليق عليك أنت من ناحية الكلام محتوى صراحة الثياب يجب أن أعطيك يوسف ها؟ قال لي يوسف قال لي قال لي عمرا كيف تلبس لك واحد في المدرسة؟ ماذا؟ لا لا واضح أن الثياب من المدرسة لم أغيرتهم فقلت ماذا نفعل قال لي دعنا نهدئ نشاهد وماذا تغيرت بالعكس بالنسبة لي أنا حلو لكنني لم أكن أفكر فيها لم أكن أفكر لم أكن أفكر لم أكن لدي ما ألبس أي شيء في الكبد ألبس ثقافة حتى اليوم لأنني صممنا المكتب وصممنا فتعلمت الوقت في الانتيري صح فاليوم أسير مطعمة تشيك الخشبة تشيك العام نفس الشيء نفس الشيء فهل تحس الشهرياتك مرة واحدة أو تدريجيا لا لا أنا بديت سوشال ميديا قبل عشر سنوات اوكي اشتهرت 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 خمسة عشر ايه ايه كنت في الثانوي اوكي بديت ما اشتهرت ولا شيء كنت رايح بطيء الناس عبالهم أنا اشتهرت على طول بس أنا لو تشوف 2011 فاضح يوتيوب اوكي اشتهرت في اليوتيوب الـ 2017 فهذه تقريباً ست سنوات من المحاولات هل الناس لا يشوفون هذا الشيء؟ لا يشوفون لا يعرفون عنها اوه يوم كنت اقول للناس لا يعرفون الشيء انت تكون روحاً ايه انا يوم سناب شات نزل وانستا ستوري الناس يقولون انت واحد الدعم واحد تشتغل حبايبي انا من زمان اشتغل واحد صح بس حين يشوفون اليوميات ايه شوي يبين ودامك حابل شيء ما لديك مشكلة انت منطلق عايش حياتك مع الفيديوهات حرفياً كنت اتجرب في اليوتيوب مرة اشتغل فيديو مرة فلوغ مرة شورت فيلم وان نزل فيديو مرة كل اسبوع مرة كل شهر مرة كل شهرين الى 2017 متشدي انا اقول لك وائد الناس لهم علاقة في نجاحي اللي هو النجاحي اليوم او اي شيء وسط لليوم وائد العلاقة في الناس امنوا فيني فعطوني من خبراتهم من وقتهم اذكر في واحد اسم جاد كان يشتهر في اليوتيوب من الاول مقابلة وهو بالعادة يقابلونك اليوتيوب لما انت تكون مشهور صح وقابلني قابلني عشرين ألف او ثلاثين ألف لأول مقابلة تم معاي اعمل مع الفيديو كولز هم في لندن اعمل مع الفيديو كولز يعطيني نصايح يعطيني نصايح يعطيني لما حطني في بروجيكت كان اسمه كافي جدا نسيت اسمه على اليوتيوب اللي يتكلمون فيه كلهم اقل واحد عندهم مليون سبسكرايبر عمر نصايح يعني ذ騎اني ثمانين ألف يعني آمن فيني غورني وصل لي فكرة انى عمر لازم تركيز لازم حزي اللي ما اعرف ان اركز انا احب ان اجرب قالت stained earner اسمه ان اركز على التجارب enthusiasm اوه اوه غير مخي ماذا عمر نص geworden ر Belge قرب من عمر الاجد الحمد لله كان فيديو معي ومائة فيديو تقريباً مائة تجربة مختلفة أشغال مختلفة دول مختلفة ما كانت تكون لو لا هاي المرحلة من التخبيص أنك تكتشف روحك أكثر تحب الشهرة؟ حلوة تحب أن أحد يوقفك في السفن ماركت؟ أحبهم لأن كلهم يحبونك ياخي ما بكلهم أنا أحس أن كلهم فأتوقع أن الأغلبية يحبونك أنا أحب أن نصلح صلح؟ لكن يوقفونك ليش؟ لا، أنا يوقفني يحبك يحبني أو يقول أنك شكلك جيد جاد ما أوقفك خفتاً أوقفك ويسوي لي ميسج بعدين على الديم لكي أمشد سرعة أو شكلي جاد أنا أحس أنهم عايشون معك طول هذه الفترة كل يوم عايشون معك تشاهدونك من الأول ما تقوم لي ما تنام كل يوم هم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء عنك يحسون هذا الشيء وليس غلط ولكن عندما أنت تذهب لك رسمي معهم أو أحس من واجبي أساساً أنه لابد أن أكون كأنني أعرفهم حتى لو لم أعرفهم فبالعكس أنا أستمتع وأحياناً أني أكون تحت ضغط جداً جداً يعني عالي في تصوير في غيرها فأقول له سامحني والله سامحني أنه لا أستطيع أعطيك كل الإنردي وكل الوقت ولكن أنت تستاعد كنا نصور شيء تجارب نصورها ساعات سرية ساعات فيهم حبكة وإعلامية كاملة وهيك واحد وأنتم باللبس والتجربة ما صور إياه ما تخرف ما يصير تصور إياي ساعات أذاء أقدر تخيرها ساعات تبسل ثياب كلهم اللابسة عشان الصورة أقب تلبسهم أقب يستوعب أوه أوكي كنا خربت عليهم ساعات يعني حياتك الشخصية ما تلعب دور وايد في السوشال ميديا صح؟ في أشياء استوعبت أنها ليست صالحة للنشر أخليها لي أكوّنها مع نفسي وايد أحسن قصدي أهل حب لا ما تمكسها الأشياء لا بدائما بالعمالة ايه لا أطلع عليها بطل على الناس أشياء ما بيها تكون عامة أختار أنها لا تكون عامة تشوف عمرك إنسان انتروفيرتو الأكثر أنت طوائي أم اجتماعي لا أجتماعي أجتماعي أحب أن يكون بروحي لا أعرف أحب أن يكون اليوم بروحي لا أفعل أي شيء أستنس عليه في هالأيام؟ أخصي أنت بالإنجاز يجب أن تفضي مخك أشعر أن كنت أكره شيء اسمه ملل لكن الملل يخلق بداع بالضبط ساعت هذه اليوم التي لا أفعل أي شيء مرة أمن لنفسي أنا شخصيا مزاجي ففكرة أن لا لابد أن تكون دائما مستانس مزاجك لا يخترب مواقعية صح أخذ لك يوم أطلع كل إخياسك تملل قد ما تقدر أصبح حقير مع نفسك أتفضي كلها الطاقة و أرجع يديد فرش أعتقد هذه الأشياء أحبه هو غريب أن تجعل حياتك الخصوصية خاصة لماذا؟ لأن معظم الناس ينشرون كل شيء تعر و لا أرى غضب بالعكس أنت صريح مع نفسك أنا أريد أنشر هذه الأشياء أو لا بعض الأشياء لا أريد أنشرهم هل تخاف من شو؟ أخاف أني أتهور في شيء و أنشرها و لاحين ليس الوقت لكي ينتشر يمكن أنني ليس متكون فكرياً أكثر لكي أنشر فكرة يمكنني أنني لم أصلت إلى مرحلة أنني أستطيع أن أتكلم عنها بنطج تكون عاطفة زائدة يمكن أن تكون معلومة غلط والناس يتأثرون فيها مع أنها لا أبلوم نفسي إذا تأثرون منها إذا أنا مؤمن فيها فعلاً فقط أحاول أنني أحاسب و لا أنشر أي شيء متهور أفضل لحظة في حياتك؟ خاصة 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 اشتبي هلو لعبني إياها على طول لا تبعي أفضل إذا تحقق تحت أي إطار لا تقولي ما استوى إطار حب إطار أهل إطار شغل إطار أهل إطار شغل لا أعتقد حب 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 تحب الحين؟ خاصة شفيك عادة؟ لا يبتلي أنا تشوف الحب شيء جميل يعني أنا ما أحب في مجتمعاتنا مرات عمر ندوس على شيئة جميلة أو نجعل الناس يحسون بالذنب لكي أحبه من أجمل الأشياء الحب إن الإنسان يحب إنسان ثاني صح وعشرة لا بس أنت تقول له أحب ما أقول لك أحب أمي نفس خير الله أحب أمي ما أقص عليك يعني الحب ترى يكون شيء جميل وشيء جارح بس إذا كان يحصل شريك يقدر يفضفض عنده الشيء جميل تعرف وإلا يروحوا إياه مطعم يديد حصله ونحن مرات قوانا نقول لا عيب ومدرش لا مو بعيب أنا ما أشوف عيب أشوف شيء حلو إن الله رزقك بإنسان تشاركه إنسان يعني صح صح أسوأ لحظة في حياتك وح هي خاصة بس يعني صار موقف أنا كنت واحد أصغير فيه أعتقد الموقف يعني أغير حياتي إحنا أنا أكبر واحد نتعرف صار موقف أحطيت في موقف أني لازم مو بس أكون مهتم عن أخواني لازم أهتم على بيتني كامل وأنا صف الأول وكان كنت عبالي أني حلم ماذا يحدث؟ على الشيء الصجي الذي حدث هو عبس طاف صف الأول صف الأول ست سنوات وأنت لازم تأخذ قرار؟ لا أخذ قرار لازم أهتم في بيتني كامل إن أهلك كانوا من شغلين بشيء شيء مستوي أي وأنت المسؤول أنه أعلم أنا ريال البيت عمر ست سنين والله و كم طول هذا الشيء؟ شهر شهرين أي أنت تذكر أبكر سلو موشن أظن هذا الشهر كان عشر سنين كان خلطة بين الصدمة صدمة الطفل وبين ما أقول لك؟ إنه لازم تسوي شيء إذا لم تسعد لا يصبح شيء أهلك يحتاجونك أخوانك يحتاجونك أخوان الصغار كان أختي و أخوي موجودين وأختي صغيرة أمي لازم تكون معها طويل وقت لازم يلا تصرف ما ينفع ما بسهل بس ما عندك خيار يمكن ولا عندك خيار بس لا ما عندك خيار أو الإنسان يوقف في هالمواقفه و يشرد ما تير يشرد شنو بقى وين بروح صف الأول بس يعني حرفيا كواني كواني كدبس كواني كنت ألف و أدور و أحاول أن أوصل للي سميت نيوكليوس الذروة هاي هذا هو واحد هذا هو مائلستون في حياتك صحيح يعني أنا لا أذكر تفاصيل لخصوصية الناس اللي فيه صار حادث ناس غير مقصود فيه واحد مات فيه فيه ناس نسجنوا ونسجنوا يعني كانوا محبوسين اللهاي الشهرين في التحقيق وغيرها وكل مشغول معهم بينما أنا مسؤول عن بيتي وفي المدرسة في الأول كيف قدرت؟ والله قدرت يعني سبحان الله لا يكلف الله نفسنا لو أسعاد ما كان عنكم خدامة؟ كانت خدامة أول سنة، فهي أيا فهي تحاول أساعدك وأنت هناك أساعدك أعطي لي أنه لم تكن موجودة لها بروحك؟ أخوانك كم عمرها؟ أخي صغريني بسنتين يعي ثالث سنوات وأختي توها رضيعي كانت خوف الموضوع أنا أحاول أن لا أذكرها هذا سنة، خاشنة مكانة ليس خاشنة أن يؤثر عليه ولكن كثيرا ما قلنا لا أستطيع أنه ليس حلو عندما ترى مخك أنا أحاول أن أحاول أن أوصل للمشاعر التي كانت داخلك طفل خوف أو لا؟ كيف كان عمر الطفل يحس أول شيء عبالي، قلت لك عبالي حلم عبالي، مغمرة الواطن عبالي عندما ترى مثلا ناس تجرب منك يصيحون ويعانون تقول موضوع صدي أنا ماذا أفعل؟ ليس متوقعين مني شيء يا أسف الأول ماذا أفعل؟ يحتاجون كثير من أشياء أبسط الأشياء الشهرين، أنا لازم يبقى الأغراض من السبر ماركت لدي لستة، أذهبها، أشتري، أشيل أشيل الأغراض والتياس لبيتنا، لشقتنا يمكن أن أذهب إلى ثلاث دفعات لكي أصل كان صعب ومر وليحم في مخي، لو أرجع أشعر أن أحلم ومع تشعر هذا مرحبا هذه قصة روحة أذكر أرجع وقول لك عمر اليوم ريال عمر هناك طفل بروحة وموقف وموقف قصبا عنك صح أشعر أن يخوف ولكن يكون أخك ستبعيد تبعى الآن أحمد ربي ما صار شيء أكبر ردينا كلنا كلنا عائلة واحدة كل شيء تمام ولكن كانت رسالة من رب العالمين بحضة في هذا التحدي كنت تحتاجها وهذا جزء من قصتك إنه أحد من عمر اليوم والذي الذي يساعدني اليوم إنه أحد منك جيدة، أغلي، بيتر، بيوتفل إنه عمر فالواحد يقول الحمد الله على كل الواحد يجربه المرة الحلول حامض المؤرف الجميل ها حياة ترى أنا قشعرتي ريال من هذه القصة وعنا ما عرف ربعها إن شاء الله يطب في هذه المواقف بس إذا واحد مرت في مواقف اللي يحس إنه ما يقدر عليها يقدر عليها صدقني ما نحط فيها إلا أن يقدر عليها وهي الشيء علو لما تعرفه يعني في هالإيمان إنه لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها أنت تقدر لا محط لك بالعالم التحدي تقدر طوفها ما في شيء يسمى أوه بس تسمى لا خلاص صدق ريال خلصة يعني ما في دلع ولا يعني صدق ريال صدق يعني يعني قرونا بخلاص تسوي الموضوع ندمان على شيء آم لا هم هم أنا صدق شغلية بس نفس الشيء لا أعلم صح يعني يعني يمكننا المعنى أن ضريت وائدنا صغير نعم كنت عارب سؤالة في الفريد شطانة بس شطانتنا كانت شوية إجرام هم و يعني رأيت الفيديوهات التشير في الواتساب نعم 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 يعني لو كان في ميديا كان كله ويهي نعم نعم كان مسجول من الزمار بس يعني مر شنون كنت أسويها بس كنت أسويها يعني أيام الفريد قبل غير عن الحين آم آم آخر آخر سؤال آم عمر في كلمة تجربة تجربة آم آم بصراحة آم ما في شيء يسمى ناجح أو فاشل كل الموضوع والله تجربة نجحت فيها جمعة التجارب نجحت فيهم حطت عنك صورة أن أنت ناجح آم بس بالأخير أنا بالنسبة لي أن كل شيء اللي حالة بنفسط هذه مقابلتنا هذه تجربة ما أعرف ناجحة أو فاشلة ما بيهمني عشنا 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 وكل شيء ثاني حلو شكرا حفوان